بالنسبة لي في متفق المباراة متفق بس مختلف بس في الترتيب بالنسبة لي لا سوفيان مرابط رقم واحد لان سوفيان مرابط من اول مباراة لاخر مباراة وهو موجود وكان ليه دور كبير كل الادوار اللي تكلموا عليها براهين طبعا في الاستحواز على الكورة والخروج بيها وكمان في الحالة الدفاعية والقتال بتاعه اللي كان بيقاتل بيه في كل معدلات جاري مرعبة جدا ورغم كمان ان كان هو ما كانش جاهز بدنيا في وقت من اوقات البطولة لكن هو تحامل عن نفسه وكان قائد لخط نص المنتخب المغربي وهو اللي ساعد لعيب رقم تمانية اللي يقوم بأدوار لو ما فيش لعيب رقم ستة او ريجستة او لعيب متمركز قدام خط الدفاع بالقدرات دي كان هيبقى صعب بالنسبة الاناحي ان هو يقدر يعمل الدور الهجومي اللي عمله بمنتهى الرواعة طبعا رقم اثنين طبعا نتكلم على الاناحي رقم تلاتة ياسين بونو اللي كان حاسم في مباراة اسبانيا والضربات الترجيح يعني كان حاسم فيها بشكل كبير وتاني حاجة كمان في مباراة البرتغال صد صد مش طبيعية كانت ممكن تقلب المباراة رأسا على عقب في مباراة البرتغال طبعا انا صعب طبعا لك لما قلت التلاتة بس بصراحة وانت تقولوا التلاتة انا مش قادر اختلف معاكم عشان هما جامدين جدا بس اشرف حكيمي كان مش طبيعي اشرف حكيمي طبعا سايس كان مرعب وكان قائد كمان رائع جدا في الدفاع حكيم زياش مستوى مغير تماما لغير المتوقع تماما منه ورغبة كمان ورغبة بالضبط صوفيان بوفال برضو عمل بطلق بيها جدا كلهم بصراحة ويصف انصيري كان لي دور كبير طبعا ويصف انصيري طبعا كمان رائع جدا ورغبة بالضبط